بتسع رقعة التأثر بزيادة الاضطرابات النجيمة عن النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية تسبب في وجود أعداد كبيرة من النازحين كيف تساهم المنظمة في دعمهم؟ للأسف وهذه من مرصد المنظمة أظهر في نشراته الأخيرة ترى تزايد أعداد الأميين في دولنا العربية وتزايد أعداد المتسربين في دولنا العربية وتزايد أعداد الأطفال غير المتمدرسين في دولنا العربية وتزايد أعداد الأطفال غير القادرين على إكمال المراحل المدرسية في دولنا العربية هذا بفعل ماذا؟ بفعل الهزات والحروب والاضطرابات التي تتعرض لها دولنا العربية هذا ما يؤسفنا كمنظمة هذه قرارات سياسية وهذه الحروب نتمنى للعالم السلام ولدولنا العربية السلام أيضا ونتمنى للدول العالم الاستقرار ودولنا العربية الاستقرار لكن هذه أمور خارجة عن إرادتنا عندما تهدو الحروب الثقافة والتعليم أرضهم السلم والسلام أرض الحروب حقيقة هي المدافع والصواريخ لو أنفقنا دائما أقولها لو أنفقنا لو أحنك الدول العربية لو أنفقنا على التعليم ما ننفقه في الحروب وننفقه في صناعة الأسلحة حقيقة خطونا خطوات كبيرة لمنافسة الآخر وتحقيق الأداف التي نصبه